أعرفكم مليتو والله العظيم لكن الأخبار عم تطلع شيء آرسنال شيء برشلونة شيء ماشستر اونايتيد كل العالم بدك كليان مبابي للريال مدريد لك اي شو عم يصير ما الذي يحدث معك كليان مبابي يا اخوان هذي حلقتنا اليوم طولنا عليكم ومليتو ملينا ولكن بدنا نحكي شو عم يصير قبل ما بلش بالحلقة بدعيك كالعادي انك تعملي اللايك شراك في عز الجرس واهم شي الشير وبالإضافة تابعنا على حسابات السوشيال ميديا الروابط تحت وفي روابط قناة الاحتياطي من اشراعي شغلات زريفي حاليا خليني الكون السلام عليكم يا بسم الله الرحمن الرحيم من نين بدأ بلش ما بعرف خين بلش من أول شي سريعا ولا نوصل للأخبار اللي عم تطلع حاليا باريس سان جرمان ما حط اسم كليان مبابي ضمن المعسكر اللي موجود حاليا في اليابان وبالتالي هو معروض للبيع يعني بشكل رسمي حطوه للبيع تعالوا تفوضوا مع كليان مبابي حلو حلو هون الامور كلياته متوقعة يا اخوان لازم للكون شغل جدا ممي انه استبعاد كليان مبابي كان متوقع لماذا كان متوقع لانه ناصر الخليفي اثناء تقديم الريكي قال لك كليان مبابي مع اسبوع اسبوعين يا ما بجدد يا اما بغادر ما انه اكبر من النادي ابدا وحينما كالحالي فكمتين انه ما سيروح معسكر اليابان بالإضافة ان صورة كليان مبابي ضمن الاعلان تبع اليابان كانت موجودة كليان مبابي ما سيروح ليبان معناته هذه الانه محاولات لتخفيز ذاته انه يا اطلع يا جدد. غير هيك ما عندنا. وكليان مبابي حابب يستمر مع نادي باريس سان جرمان وطلع بشكل مجاني. طيب ليش كليان مبابي حابب يستمر مع باريس سان جرمان? هل هو مشان الاموال؟ نعم. انا اتفق معك انه مشان الاموال. ولكن في سبب مهم. لو راح الريال مدريد دفع له 200 او 180 مليون لباريس سان جرمان مع راتب اللاعب 50 مليون مع مكافأة توقيع مع هاي الاجراءات. الريال مدريد حيحط له 400 مليون كرمال كليان مبابي. حسب الاخب بعيدا عنشط نظري اللي حيلكون في نهاية الفيديو. فريال مدريد قال لك ليش انا لا ادخل بحسابات على لاعب باي بعقده سنة. هاي بالحال او لا؟ بالحال الثاني. باريس سان جرمان لاعب علينا الموسم الماضي. موضوع كليان مبابي وجدد له. وفي الوقت اللي انا راح تفوطن. ومول الماضي اللي يقبله. انا هلأ بعمل شغلي زكي. بتفع مع كليان مبابي يجيني بشكل مجاني. بياخد مكافأة توقيع محترمي. وبياخد راتب محترم. وانا ما بحط باريس سان جرمان ما بخلي استفيده من اللاعب. هذا رد من فلورونتينو بيريز. انا بتصوري هذا الشيء اللي عم يصير. طيب ممكن يدمره مسير كليان مبابي ويضعه على مقاعد بوداء مثل ما عمله مع رابيو. خلينا لكم شغل دمهم. هو رابيو مختلفين عن بعض. طيب في مؤشرات صار في تضامن من لاعبة باريس سان جرمان. انه اللي عم يصير مع كليان مبابي مانو منطقي ومانو عقلاني. عم نحكي هلأ ها هلأ لسا ما بلاش الدورة. رابطة اللاعبين من المحترفين في باريس سان جرمان. الرابطة تعيد. طلعت بيان واداليتها. ما بيصير لباريس سان جرمان. يا اخوان جماهير ليون. جماهير مارسيليا. اكبر من جماهير بيجيب في فرنسا. باريس سان جرمان ندي حديث جدا على مستوى الكرة الفرنسية. يعني شعبيته منه الشعبين الكبيري. اوكي. اجا نيمار عمل شعبي مع ميسي مع عم بابي مع راموس. في عنده شعبي محترمي. ولكن في نهاية مطافي عندك يورو السنة الجاي. لك يا عمي هذا هذا قائد المنت لا يمكن أن يقعد على مقاعد بداية. لا يمكن أن يتدمر اللاعب. فكليان مبابي زكي. عرفان أن العالم كله في فرنسا معه. نرجع للنقطة المهمة. ما شو سنونايتس ستفسر على اللاعب. أرسنال كيفية كلام على اللاعب. بالإضافة بارسونال. اخوان بل موضوع موضوع متشابه. يا اخوان كليان مبابي يبغى ريال مدريد. وريال مدريد يبغى مبابي. وهذه الكلام اللي قلته بحلقات سابقية. ايمت كليان مبابي ممكن يفكي نروح لنادي غير ريال مدري في الوقت يمسك السماعة فلورنتينو بريز يقولون كليان مبابي تسكر أنك لا تقضي من خططنا. في هذا الحال الوحيد كليان مبابي سيفكر في الخروج نادي اخرى مثل آرسنال كيفية موضوع موضوع مدريد. سكرنا هذا الموضوع ونصل إلى موضوع بارسلون. تخيلوا مع قوت فلورنتينو بريز يا اخوان. بدأ بارسلون وصحيفة كليب الفرنسيين المقربة بين بأججي. تقولك في اجتماع بين بارسلون و بارسلون. ما هو السبب؟ السبب محاولات ضغط عرية المدريد. معنى هذا شيء ما هو منطقي. يا اخوان ما هو منطقه لو واحد بالمئة حتى جمهور بارسلون هو يعرفه ما هو منطقي. طبعا يقالوا انه في اخبار طلعت آل لابورتا انه هذا الشيء ما صار وبعيد عن المنطق كليان. بعيدا كبان عن كلام لابورتا. شوف الصحيف تكليب ما اسكها على حيد خمسة لعيبي من بارسلونة ضمن صفقة انتقال تبادل وفيها آخر شيء متغيرات ومصاري وآخرين. يا اخوان بارسلون ما استطاعت تسج بارسلونة مثل قاندوغان وغيره وغيراته. ما تسجلوا. بارسلونة يعجز. يعجز طبعا هذا شيء لا يعيب بارسلونة ولكن هذا الوضع بتاعه. من سابع المستهلات. الفكرة يا اخوان انه باريس سان جرمان اصبح يطلب من الريال مدريد تتفاوض معنا. لانه كلان بابا معروف. ما بدو غير ريال مدريد. شوف قوبة فلورنتينو بيريز. فلورنتينو بيريز احد. ولا حرف ولا كلمة. ما تغلط مع فلورنتينو بيريز. هاد الكائن فلورنتينو بيريز يا ا الله العزيم. ارى كية مدريدية. ويحدثهم بtransplane. فلورنتينو بيريز واحد اثنائها. اخطاء هو هنا. وانه yetnis حدوما. لكن ه preventing any тол أسأل أعطون رئيس نادى أقوى من فلورنتينو بيريز؟ على فكرة فلورنتينو بيريز هو أكثر رئيس نادى يتعلم من أخطاءه أخطاء يصلح يتعلم من أخطاءه نذكر من حقبته الأولى قلقته الأول ونرى الحقب الثاني لفلورنتينو بيريز الولاي الثاني لرئاس الثاني ما عمت؟ ذكي قال لك علموا علينا لا نحن نعلم عليهم ونضربهم نصع ساعين لأجيه أنا سأتصوري بصير كلان بابا أتوقع شخصي سيستمره مع باريس سانجرمان واتفاق ما بين فلورنتينو بيريز وكلان بابا بيتصوري إلا إذا قالتهم باريس سانجرمانية الريال مدريد سأتلكون مئو عشرين مليون وتعخدهم بابا فلورنتينو بيريز يذهب إلى مئو عشرين مليون السؤال هنا يقول فلورنتينو بيريز كيف يكون علم مع باريس سانجرمان اخوان مئة وعشرين مليون بلاعبة كليان بابي أرخص من ذلك ما تلاقيه مستحيل أن يزعوا أكثر من ذلك هذه مئة وعشرين مليون كليان بابي سيحسب لك مباريات وممكن أن يحسب لك ألقاب السنة القادمة بيع تشيرتات مهب ودب انت بايع عمصان بلقهم خرافية أدبال ستنباع تشيرتات بابي بالإضافة إلى عقود الرعاية سيكسبها قبل سنة الإعلام سيكسبها قبل سنة سيكون هذا عرض مناسب لريال مدريد ومناسب لباريس سان جرمان طبعا إما تحكي؟ أحكي باللحظات الأخيرة من مركاتو طيب لا نفترض الآن آخر فرضية لأبل ما سكر مع كل حلقة آخر فرضية أخي كليان بابي سنة مع باريس سان جرمان وقعد على مقارد بودلاء كليان بابي عيارو يقعد على مقارد بودلاء لوقتي ينتهي المركاتو بعد ما ينتهي المركاتو سيكون كليان بابي أساسي سيكون هو النظام ومنظوم اللعب تبع الريكي كل ما اعتمد عليه سيكون كليان بابي يسجل هداف وما سيتأثر أبداً ممكن تطلع لك كلام من هون من هون من هون بس كليان بابي حامي حاله بالإعلام بالحكومي وجمهور فرنسا إلى هنا تنتهي الحلقة برجع وأتذكركم لا تنسى تعمل اللايك وشراك في الجرس وتشاهد الحلقة مهم جداً فضل وليس أمان تابعنا على حسابات السوشيال ميديا الرابط تحت في رابط قناة الاحتياطية منشر على شغلات بسيطة وصغيرة وبالإضافة تابع الحلقات الماضي لأنه في شغلات ممتعفية خلينا حلين الكون السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر